رمضان قدروف رئيس جمهورية الشيشان ورجل بوتين الوفي بوتين كافى قدروف على جهوده بمنحه ردبة اللواء في مارس عام 2022 نثبت قدروف مع كل أزمة يمر بها بوتين أنه رجله الوفي والشرس سلام عليكم إزايكم أخبار جديدة وأخبار مهمة جداً طالع منين طالع من أكتر من ملف بس خليني أقولك أن الحلقة دي دماء خفيف شوية إيه اللي بيحصل بس قبل ما أخش في الأخبار وقبل ما أقولك إيه هي خليني أقولك الأول أن احنا معنا راعي قوي جداً من أقوى الرعان لجمع قناة سامري وهو كانسل ماد كانسل ماد موقع محترم جداً موجود فيه دكاترة من مختلف دول عالم يعني يا حضراتك لو موجود في أي دولة مش عارف توصل للطبيب بتاعك أو مش عارف تاخد استشارة كويسة من الأطباء اللي هم موجودين حواليك ممكن تروح لقانسل مادة وتلتقي بطبيب مشهور جداً موجود برا في دولة تانية يديك الاستشارة بتاعتك بعد ما يطلع عن رشدة ويعمل معاك فيديو كونفرنز يقولك بالضبط أعراضك والكلام ده كله ويعرف يديك استشارة تبقية جيدة جداً من دكتور ممكن يكون غالي جداً في بلد تانية بس شاطر بس حيقولك كل حاجة بطريقة كويسة وسهل أو كونسل مادة حساب لك اللينك بتاعه أسفل الفيديو لو حابب تبص عليه خش في الموضوع لطول خش في الموضوع لطول حلبتدي من كندا كندا لسه حصل فيها عملية قتل جماعي على فكرة الخبر نزل كده في وسائل الإعلام قتل جماعي في كندا كندا المفروض لها مستقرة جداً يعني عمليات الهجرة لكندا كتير وعلى فكرة كندا بتزود أعداد مهاجرين هي أستراليا وأستراليا أكتر كمان بيقولك أستراليا بتزود أعداد مهاجرين جايين ديها أكتر بكتير لأنها عندها مشكلة في العمالة بتدور على عمالة ماهرة ففتحين الباب قدام المهاجرين بشكل كبير بس ترجع لكندا يعني كندا تعتبر مستقرة إلا إن اثنين النهاردة طلعوا معهم سكينة بس كل واحد فيهم مع سكينة يعني طعنوا عشرة وأصابوا خمستاشر أنا مش بصدق الخبر يعني إيه ناس معهم سكينة يضربوا عشرة ويسيبوا خمستاشر وعلى فكرة إصابات الخمستاشر دي مش إصابات طفيفة يعني ما جرحوش ضربوا بالسكينة فهتا بتتكلم إن ده عدد كبير قوي على اثنين معهم سكينة في نفس الوقت الشرطة فيه؟ على فكرة الشرطة كنداية مفروضك هيسر فإزاي أفراد الشرطة يسيبوا عملية زي كده تحصل؟ يعني الحادثة غريبة جدا جدا بس شكل الاثنين اللي اتقبض عليهم او ما بيقولك احنا قبضنا على اثنين مشتبه بيهم شكل الاثنين دول تبع داعش تبع القعدة حيطلعوا بقى زياب مفاردة بس في الأخر دي حتطلع عملية إرهابية مش هتبقى عملية اثنين مجانين ماشيين في الشارع بيدربوا الناس لأ دي عملية تبع داعش أو القعدة مش تطلع أكتر من كده بس الملفت في النظر تخطية الإعلام الجار بيه إن لما جيت كلم على الحادثة دي قالك إيه؟ قالك عملية قتل جماعي في كندا أول ما شفت كده إيه قتل جماعي في كندا أنا أول مرة أسمعها بمناسبة كندا واللي بيحصل في كندا تيم موزيعة بمناسبة عنها اسمها فرح ناصر فرح ناصر بتقدم برنامج في كندا اسمه Global News بس بس بتقدمه على الهواء الست موزيعة محترمة يعني بتطلعت تتكلم كده على الهواء ما بتعملش بقى منتاج زينا كده وتقطع وتلازل لا 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 ايه السيت بتتكلم كده على طول إيه؟ تلقائي بس خلي بالك الهواء غطار برطا الهواء ممكن يخضر بيك لان انت ايه على الهواء كده عمال تتكلم الناس فإيه اللي حصل السيت هي بتتكلم تتكلم طريقة الروفاشنال كده وقفت على بقها دبانا معلشش أنا أنا آسف يعني هي وقفت على بقها دبانا فبقى لعدها زي ما حركة تشوف كده بالظبط محكين انت متخيل شوفت العام من الناس انو بتصغير على الهواء بيحصل في يوم ايه؟ بلعت الدبانا طب انا حقولك حاج انت فكر ان انا بالترى عليها هي طلعت حط التغريدة وعطت لك افتحكوا معي انت بلعت الدبانا لشان تعرف وقت ده ايه ايه الحلاءة سيبك من كندا خشي بقى للكبير حرب روسيا و اوكرانيا ايه اللي بيحصل في حرب روسيا و اوكرانيا الحقيقة طلع خبر غريب جدا من حرب روسيا و اوكرانيا انا مصدقتوش بطراحة يعني خبر حقيقي و رويترز مقطيعه اسمع الكس في واحدة متجوزة في ظابط اوكرانيا خلاص الحقيقة ان الاثنين اتخلقوا مع بعض والراجل قال لها انا رايح الكتيبة بتاعتي انا هسيبك انا مش عاوز خناء انا رايح الكتيبة بتاعتي فاسم مش هكمل خناء معاك فاسبها هو امر رايح الكتيبة بتاعتي و انا مترابعة عليه سمع التليفون و مكلمه هو فين في الحرب ايه بلو ايه بلو بابي اعاوز فلوس اعلها نعم اعلها يعني ايه اعاوز فلوس اعلها اعاوز فلوس اعلها يعني ايه مفيش فلوس اعرف عملت ايه اول ما الحرب بتاعت روسيا و اوكرانيا دي ابتدت كانت المخابرات الروسية موزع او ارقام تليفونات اي حد عاوز يقول معلومة للمخابرات الروسية اتكلم الارقام دي او يخش على الابليكيشنز او اللي هي تطبيقات التواصل مع المخابرات عفاكرة الروس على طول بيعملوا كده خلاص فنشروا الابليكيشنز دي وعملوا لها اعلانات على الانترنت واي حد عنده معلومة يتكلم الرقم ده خلاص السيت بلغت على جوزها ما هو ما فيش فلوس بقى خلاص بلغت وقالت ايه قالت الرجل موجود في المكان الفلاني قالت لمخابرات الروسية بتلقوم الراجل موجود في المكان الفلاني والكتيبة بتاعته اسمها ك relationships ومتمركزة في الحتة الفلانية موت دربوه بتتخلص من جوزها السيت بتخلص من جوزها عشان الفلوس باعت جوزها واقص Ona يعني ايه الزر برضه متدائم الكتيبة اللي مع الجوزها يعني ايه بتبقائهم كله على فكرة الخبر ده انا بقولك خبر yeah مش بهرك والله السيت تخلصت من جوزها ورويترز مغطية خبر وعلى فكرة تحس كده الكاتب بتاع الرويترز مستغرب جدا إيه الست اللي بيبيع جوزها وكتيبة بتاعته موضوع قريب شو عين إلا إن في حاجات جد بقى وفي أخبار جد إيه اللي حصل هلأك عارف إن إحنا دلوقتي قدام عملية عسكرية روسية في أوكرانيا إحنا مش قدام حرب روسيا على أوكرانيا روسيا ما أعلنتش الحرب على أوكرانيا روسيا آي يا لت إنها بتنفذ عملية عسكرية وعدد الكوات المشاركة في العملية العسكرية دي 195 ألف جندي خلاص المية 95 ألف جندي دول معظمهم من الانفصاليين ومعظمهم من حلفاء روسيا يعني ميليشيات فاجنر يعني كوات من الشيشان إنما جنود الروس الروس مش بيشاركوا بعدد كتير يعني خلاص فإن اللي حصل اللي حصل دلوقتي إن كل الناس عملت الكلم إن شهر سبتمبر ده حيكون فاصل لو روسيا فضلت متمسكة بالأراضي اللي فيها وما تراجعتش والكوات الأوكرانية ما هجمتش وخدت الأراضي دي وفضلت الجابها متمسكة لو الروس أعلنوا الحال في الشتاء يعني في نوفمبر مثلا روسيا هتاخد أوكرانيا بسيط روسيا هتاخد أوكرانيا طب ليه أنا بقولك روسيا تبدل متمسكة بالأراضي اللي هي فيها لأن النهاردة طلع الجيش الأوكراني قال لك احنا خدنا قرية اسمها أوبلاست بسيط وعاوز أقولك إن نفس الكلام اللي كان بيتكتب في المقالات إن الأمريكان وعدين الجيش الأوكراني إن إنت لو عملت أي انتصار حتى لو صغير إحنا هنغطي إعلامية من شكل كبير وده اللي حصل بالضبط في قرية أوبلاست دي قرية أوبلاست موجودة في خارسون في الجنوب أوكرانيا وحالك عارف إن الكوات الأوكرانية المفروض بتقوم بهجوم مضاد بس فشل بس هما سيطروا على قرية واللي بيشرف على الهجوم مضاد ده الأمريكان فالنهاردة الإعلام الغاربي كله عمالي نزل صور انتصار الجيش الأوكراني على الروس بتخيلت دي سيطروا على قرية بيقول لك انتصار الجيش الأوكراني على الروسيا فشل الجيش الأوكراني في خارسون أوكرانيا هتستعيد خارسون خارسون دي مدينة كبيرة جدا قال لك هتستعيد خارسون كلها كلام كبير ماشي ليه الإعلام الغاربي بينفق في القوات الأوكرانية اللي بتشن هجوم مضاد في خارسون بسهب بسيط جدا كل ما القوات الأوكرانية تقدم السبت تلاقي الحد يعني طول ما انت بتنتصر وقادر ان انت تحارب روسيا او بتدينا اشارات على قدرتك على حرب روسيا هنبعت لك اسلحة انما طول ما احنا بنسمع ان الجيش الاوكراني بيتهزم احنا هنمنع الاسلحة دي فالجانب الاوكراني عمال يقول انا بنتصر انا خدت قارية من قوات الروسية انا مش عارف دي ماشي فالغرب بيقولك شهر سبتمبر ده هيكون فاصل و هيكون بيعطي رؤية الحرب في الشتاء هتمشي ازاي و احنا قدام ايه هلا احنا داخلين على اجتياح روسي الاوكراني في الشتاء ولا احنا داخلين على هزيمة روسية او انتهاء الحرب خلاص فكله بيران عشهر سبتمبر بس هنا مشكلة في حاجة واحدة بس صحيح بوتين قاعد مستني الشتاء وقاعد مستني الشتاء يخش عشان يعلن الحرب و انا جيت قلت لك هنا ان فيه وفيقة بيتم تدولها في روسيا على ارسال 500 الف جندي في الشتاء الاوكراني خلاص بس الكوات اللي بتحارب دلوقتي حسها بايه حسها بضغط يعني الكوات الروسية 195 الف دول اللي عملين يموتوا وما بيتقدموش مش عارفين ينتقدموا لان اعدادهم اقل بكتير من الجيش الاوكراني يعني 195 الف والجيش الاوكراني اقل حاجة 300 الف او 350 الف ضعف فحسين بضغط مين ابرس حد حاسس بضغط مش هتصدق بكر انت رمضان كادريوف رمضان كادريوف اللي في بداية الحرب قعد يطلع يقولك ده احنا هنقتل زيلنسكي ده احنا هنجيب زيلنسكي من عفاة احنا هنخش كيف مرحلة تانية احنا هنحرر اوكرانيا كلها الكلام ده كله مين هو رمضان كادريوف برضو بص رمضان كادريوف ده ابو اسمه احمد كادريوف احمد كادريوف ده كان قام بعملية حرب اسمها تحرير الشيشان وكان بيحالب الروس وقعد يحالب الروس مدة كبيرة جدا واعلن استقلال الشيشان 1994 الا ان حصلت حرب تاني في الشيشان بين القوات الروسية و القوات الشيشانية في 2003 وهنا احمد كادريوف غير موقفه بدلا ما كان بيحالب روسيا بقى مع روسيا وقام روسيا قامت عينته ايه رئيس للشيشان في 2005 احمد كادريوف تم قتله بتقتل بعد كده ماشي كان ساعتها ابنه اسمه رمضان كادريوف كان ماسك رئيس وزراء جي رئيس وزراء في 2005 واصبح رئيس الشيشان في 2007 مشكلة رمضان كادريوف ايه بص بعزين مشكلة رمضان كادريوف ان الغرب بيتهمه ان هو بيعمل عمليات تعذيب وقتل عن مشاع والراجل بيعمل استعراض بالقتل يعني بيقتل اي حد يعرضه يعني وانا هفكرك هنا ان محمد صلاح لما كان في كاس العلم في روسيا بتصور مع رمضان كادريوف وصورته عملت جدل كبير قوي في بريطانيا غربة بيتقش رمضان كادريوف بتاعه رمضان كادريوف الكتيبة بتاعته اسمها كادروفيست كادروفيست دول اقرب ناس من رمضان كادريوف ودول المفروض الاشرس داخل الجيش الشيشاني كله يعني دول بقى الزبت يعني دول اللي بيقتلوا وعاوز اقولك ان الكواتر هوسية لما بيتلاقي مشكلة في حرب روسيا اوكرانيا في حرب الشوارع بالذات بيسندوها للكادروفيست دول حلو كده رمضان كادريوف تلع في فيديو قالك انا ماشي هيستقيل انا كلامك جد رمضان كادريوف تيجي تشكك في الخبر وتقوللي على فكرة انت بتجيب كلام من دماغك اسمع الخبر بيقولك هو نفسه يولك موعد الرحيل طيب مين اللي علق الخبر ده بس اللي علق الخبر ده ده اندباندنط فانانشل تايمز تيليجراف لانت عاوز بي بي سي برضو علقت كل عمال يقولك ده اول انسحاب من رمضان كادريوف والجيش الشيشاني من حرب روسيا واوكرانيا وان خلاص كده يا باشا بوتين معرض للهزيمة وشهر سبتمبر بيدل على هزيمة الجيش الاوكراني الا ان طلقت موكالة انباء اسمها عيدة موكالة انباء عيدة دي مش قوية يعني مش هقولك ديل الموصوك فيها 1000% بس موكالة انباء يعني مش مش شخص مش فرد عادي تقولك على فكرة رمضان كادريوف وده برضو مكتوف في التاليجراف لما بيطلع في الاعلام ويطلع يقول الكلمتين دول ان هو بيقولهم كتير لازم تعرف ان هو عاوز حاجة ببوتين بس وهو مش ماشي بس هو عاوز حاجة ايه هي الحاجة اسمع بقى الكلام عشان عيدة دي هي اللي كشفته بيقولك ان روسيا طلعت قرار بمنع صحيح البخاري البخاري ده شخص بيجمع احاديث نبوية صحيحة المسلمين بيعتمدوا عليه في احاديث النبوية بتاعته بيقولوا ان ده اكتر حد جمع احاديث نبوية صحيحة وبيعتمدوا عليه فروسيا منعت كتاب البخاري قللك صحيح البخاري ده مدخلش روسيا ويبنعه خلاص؟ رمضان كادريوف انطلع قالك انا حمشي عشان الحركة دي فإيه اللي حصل؟ كوتين اصدر قرار بالافراج عن صحيح البخاري محادي هي جابه ده ده القصة كلها وده اللي بتقوله ايضا انما هل دي القصة الحقيقة؟ هل رمضان كادريوف ماشي مش ماشي؟ الاعلام الجاربي نفسه او الاعلام بريطاني سواء تاليجراف وانانشل تاينز كلهم متفقين ان هو مش ماشي طيب ليه الاعلام الجاربي او الاعلام بريطاني؟ ان دول مصلحته من هو يمشي فهما نفسهم بيقولك مش ماشي ده اللي طالع من اكتر من جريدة بريطانية وده الخبر اللي كان نازل وده قدر تقول ان ممكن يكون خبر صحيح لان الاحداث متوافقة مع الكلام رمضان كادريوف بعد الفيديو ده مطلعش مقال شو هيعمل ايه؟ بس ده مهم جدا خش في الخبر اللي بعد كده خبر هام جيت مبارح قلت لحضرتك اوروبا فيها صورات خلاص والصورات دي اندلعت في الشيك اندلعت في ألمانيا انت بتتكلم ايطاليا برضو بيحرقوا فواتير الكهرباء كلام ده كله بس النهارده اتجددت مظاهرات وهنا خطورة يعني احنا ما رحكو نبرتكلم على مدينة في ألمانيا اسمها كولونيا النهارده مدينة جديدة في ألمانيا اسمها لومبيا دي بيقولك مظاهرات طلعت فيها برضو بعدات غفيرة بيطالبوا بايه؟ تشغيل السيل الشمالي 2 مش واحد لا اتنين السيل الشمالي 2 ده روسيا كانت تمدد الخط ده لحد ألمانيا وما بيعديش على أوكرانيا بس كتمدته لحد ألمانيا وكان منتظر بس عالتشغيل تخيل انت لو السيل الشمالي 1 والسيل الشمالي 2 كانوا اشتغلوا ومدوا الغاز لألمانيا صاد الألمانيا هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى حاجة عظمة جدا فالنهارده المتظاهرين بيقولك شجرون بقى السيل الشمالي 1 و 2 سيبك من أوكرانيا دي سيبك من زيلنسكي مناش دعو بزيلنسكي نحن عوزين نرجع ع厲وордانيا مع الروس ونتحدث مع الروس عرفكراsyملب المذمن القيامة وصد ألمانيا هي أعداء الروس وصد الألمانهم أعدائهم وقٰلين بنزع بين الألمان وروس كفاياno سيبك من علاقات الاجتصادية واللقاء الرئوثاء واللتنين بيكلموا بعد بس الروس بيحايفوش الألمان مترابينة على كده من أيام الحرب العلمية التانية بيتقوج بعض الروس ان رأ kriege الروس العنز بلبر أمي وwechsel آمي في اتنين بيحبوش بعضاً فالنهاردة طلع مظاهرات في ألمانيا لليوم التاني بتطالب بتشجيل السيري الشمالي اتنين وحاجة بقى حلوة بقول لك بقى إقالة أولاف تشولز النظرة بس كده كشفتها نيويورك تايمز بتقولك انت عارف ألمانيا صرفت ايه على الاقتصاد بتاعها لتحسين الوضع الاقتصادي من ساعة حرب روسيا وأوكرانيا 95 مليار دولار ده ألمانيا حكومة أولاف تشولز ومشكلة حكومة أولاف تشولز إنها لسه جاية يعني الناس دي لسه بتقول يا هادي ودخلين الحكومة بعد أنجلة ميركل قامت حرب فأولاً الراجل مش محبوب قوي اللي هو أولاف تشولز ده ما تمش اختباره بشكل كبير وتالت حاجة واضح كده إنه هو حيمشي بسرعة وأكتر حكومتين معرضين للانقلاب أو معرضين للإقالة هي حكومة التشيك وحكومة أولاف تشولز دي خد بارك إن دي هتبقى ثالث حكومة قوية في أوروبا يتم الإضاحة بها بعد حرب روسيا أوكرانيا لأن أولاً أنت بتتكلم على ماريو دراجي مشي تتكلم على بوريس جونسون مشي مع فكرة ليست روس اللي هي وزيرة خارجية بريطانيا هي اللي حتيجي تمسك مكانه وحيتم الإعلانة عنها النهاردة إن هي اللي فازت برئاسة وزراء بريطانيا شوف أنا بقولك خبر قبل ما يحصل فنهاردة ببرلمان البريطاني هيعلن انتصار ليست روس وإن هي اللي هتيجي رئيسة وزراء بريطانيا فأنت متخيل إن إيطاليا وبريطانيا وألمانيا الحكومات فيهم هتسقط باقي الدول الفقيرة هيحصل فيها إيه؟ يعني أكيد أكيد مش كل الاتحاد الأوروبي اقتصاده عامل زي ألمانيا فتخيل إنت لو تم إسقاط الحكومة الألمانية إيه اللي هيحصل في باقي الاقتصاد الأوروبي؟ بيحتلق بيحتلق ثم أنا حقول لك حاجة إنت عارف في حزب معارض في إيطاليا دلوقتي خاص زعيمه اسمه ماتيو ماتيو بيقول لك إيه؟ بيقول لك على فكرة بقى إيطاليا المفروض يتم تعوضها نتيجة العقوبات اللي فرضتها عروسيا ده إيه؟ أنا بقول لك زعيم المعارضين في إيطاليا ليه بقول لك كده؟ لأن دي النغمة الجديدة اللي حطقته على أوروبا كلها يعني أوروبيين هيبتدوا يفكروا كده وده زعيم المعارضة وشعبيته بتزيد ماتيو ده خلاص؟ فراجب بيقول لك لا عوضونا لأن إحنا من ساعة ما فرضنا عقوبات على روسيا خزائن روسيا بيتمتلق وخزائن إيطاليا بتفرغ إحنا إيطاليا هتحط 100 مليار دولار لنإنفاق على الطاقة نشتري غازو بترول فإزاي إحنا فرضنا عقوبات على روسيا والدولة اللي مفروض عليها عقوبات هين بتكسب فأكيد اللي فكر في المواضع ده غلطة عوضونا بقى إحنا كنا غلطانين وعواضين تعود طيب ده أول رسالة أو أول نبرة تطلع في إيطاليا بص بقى على الباقي هيحصل في إيه هتكر يعني هتكر هتسمع بقى الرسالة دي في ألمانيا تسمعها في فرنسا عفكرة يا شعبية إيمانويل مكران في انخفاض وأنا جبتلك هنا الرئيس وهو بيشاور والناس بتصفر عليه كان طالع كده في موكب وعاد يشاور كده قال يعني هو محبوب والناس كلها في فرنسا عملت اجتمه وتصفر عليه ويدلوا صفارات استهجان خلاص فلا إيمانويل مكران ضمن منصبه ولا أولف تشولز ضمن منصبه والصورات عملت قوم نيويورك تايمز النهاردة بتكتب بتقولك كالي بالك ده أكتر من حكومة أوروبية هتدفع فلوس كتير قوي عشان تعويض الاقتصاد بتاعها من خسار حرب روسيا أوكراني مش هنا مشكلة ومشكلة أن انت مش عارف الحرب دي هتنتهي إمتى مش عارف الحرب هتنتهي إمتى ده أخطر حاجة وحتى لو جيش الروسي تراجع لحد موسكو شوف هت دي تراجع لحد موسكو مش حولك لحد حدوده لحد موسكو انت ضمن الشتاء يا صفي انت ضمن الخمسونية ألف جند اللي يكشوا حرب روسيا أوكرانية دول حعملوا إيه فلوسك هترمي فين الموضوع خطير طيب خبر حقفل بي خبر هو إن فيه سفير أمريكي اسمه جون سوليفان جون سوليفان ده سفير أمريكي راجل كويس يعني خلي بالك أمريكا لما بتعين سفير في روسيا ده بيبقى شخصية بارزة لأن بالذات سفير أمريكا في روسيا ده لازم يبقى حد قوي والدليل إن كان السفير الأمريكي اللي قبليه أو السفير الأمريكي الأسبق يعني اللي كان موجود في روسيا هو دلوقتي رئيس المخابرات الأمريكية هل؟ فالشخصات تبقى بارزة جت مبارح أخبار تقولك إيه أمريكا سحب السفير بتاعها اللي هو جون سوليفان ده من روسيا لقطع العلاقات الحقيقة الخبر ده نزل في أكتر من وكالة أمباء أنا بتكلمكش عصحف صغيرة بتكلمك وكالة أمباء أمريكا سعب السفير لقطع العلاقات مع روسيا والعلاقات بالتدهورة وبريتني جراينر مش عارفيني يفرجوا عنها من السجون الروسية وكام فرق ده كله ماشي طلعت أمريكا لاتلك لا ده هو حيل عالتقاعد وحنعين واحد جديد العلاقات مع روسيا زي الزفت بس حنطقي ع السفير تشوفت دي قالوا إن هما حيودوا سفير جديد دي آخر أخبار اللي طالعة من حرب روسيا أوكرانيا يا رب كنش رح تلك المهضاء بشكل مبسط يا رب يومك بأزاريف يا رب ننصب مصر طحيا مصر سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يا محروصة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر scal القنقر eron علم اشتركوا في القناة